الحاجة التالتة اللي هتكلم عليها وده بناء على ان في تفاصيل كتيرة موجودة على السوشيال ميديا وناس بتسأل على جلسة مركز التسوية والتحكيم اللي كانت النهاردة في اللجنة الولمبية بتاريخ 31 اغسطس النهاردة الجلسة كانت الحكم بخصوص طلب الاهلي الزام اتحاد الكورة باقامة المباراة الفصلة بين الاهلي والزمالك في دوري 99 وطعن على مشاركة عدد من اللاعبين الناشئين في نادي الزمالك في اللعب في مباراة الدورة الممتاز تحديد المباراة طلاعي الجيش ومباراة الجونة بالمخالفة للليحة لان اللعبة دي لم تستنفذ عقوبة الايقاف في دوري 99 الذي لم ينتهي بعد حتى هذه اللحظة الاسبوع الماضي والاسبوع القبل الماضي اتكلمت وقلت لكم التواريخ المتعلقة بهذه المسابقات والنادي الاهلي ماشي في الطريق القانوني بشكل سليم جدا وعنده ما يفيد ان المشاركة دي بطلة النهاردة القرارات اللي طلعا مركز التسويع والتحكيم واللي تم نشرها في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا والمواقع الرياضية بيقولوا حاجتين اولا قبول طلب الاهلي بإلزام اتحاد الكرة بتحديد بطل لمسابقة 99 وتحديد موعد للمباراة الفصلة اذا مركز التسويع والتحكيم خد قرار بإلزام اللجنة السلسية والتحاد الكرة بتحديد موعد للمباراة الفصلة وقبول طلب الاهلي بإلزام اتحاد القرى بتحديد موعد. ده شق رقم واحد. طب الشق الثاني المتعلق بمشاركة عدد من اللاعبين في مباريات الدوري. تحديدا مباراة الزمالك والجيش والزمالك والجونة وهلاء اللاعبين او سيف فاروق عفر تحديدا كان لسه موقوف ولم يستنفذ العدد المباريات الموقوف فيها في مسابقة التسعة وتسعين. وشرحت بكده قلت التوريخ والمواعيد والخطوات الرسمية اللي جات للأهل. ما نشر بخصوص ان طلب الاهلي بخصوص مشاركة هؤلاء اللاعبين هو عدم اختصاص غير صحيح بالمرة. ما نشر بخصوص مشاركة هؤلاء اللاعبين وطلب الاهلي ببطلان مشاركتهم عدم اختصاص غير صحيح بالمرة. القرار هو انتفاء المصلحة. بمعنى ان مركز التسعين والتحكيم قال انتفاء المصلحة. بمعنى ان النادي الاهلي ليس له مصلحة في مشاركة هؤلاء اللاعبين من صحتها او عدمها. ده قرار مركز التسوية والتحكيم. هل فيه طعن واستناف على هذا القرار؟ ما زال هناك طعن واستناف على هذا القرار. هل القرارات اللي صدرت اليوم في صالح الاهلي تبقى للشق القانوني وبدراسة هذه الأمور الحكم في صالح النادي الاهلي بنسبة كبيرة؟ ليه؟ مركز التسوية والتحكيم خد قرار بقبول طلب الاهلي وإلزام اتحاد القرى بإقامة المباراة الفصلة. وبالتالي مركز التسوية والتحكيم وأقر أن المسابقة لم تنتهي. وألزم الاتحاد أن المسابقة لازم يتحدد لها موعد عشان المباراة الفصلة تقام خلال الفترة اللي جاية. وبالتالي هذا القرار معناه أن المسابقة لم تنتهي. إذن طلب الأهلي بعدم مشاركة هلواء اللاعبين ومشاركتهم تعتبر بطلة هو طلب قانوني. ولكن مركز التساعد والتحكيم من وجهة نظره انتفاق مصلحة. إذن في الاستئناف على هذا القرار أمامك طريق للتقاضي مرة أخرى. ثم بعد ذلك المحكمة الرياضية الدولية. انتفاق المصلحة هنا هي معيار. ممكن البعض يقول لك أصلاً أنت ما كنتش الطرفي الثاني في المباراة وممكن البعض يقول لك يقول لك لا. أنا منافس لهذا الفريق ومشاركتهم البطلة دي في التالي عدد فريق النقاط في نهاية المسابقة فاز بالبطولة وأنا كان لها الحق فأربع ست نقاط لو كانت حسبولي واتحاد القورة ما طلعش قرار زي ده والأمر اتعرض على لجنة الاستناف كان هيكون القرار غلط أو مشاركتهم غلط وبالتالي أنا منحقي أربع نقاط أو ست نقاط. فأنا من مصلحتي أن أطعن على مشاركتهم لأن فيه فرق نقاط بالتالي لو تم خصمه أنا هكون بطل الدور ومشاركتهم أصلاً بطلة ولو تتذكر على فكرة بعد المباراتين دول اللي عددين نتواجدتش أصلاً في أي قيمة لفريق الزمالك حتى نهاية الدوري. حتى نهاية الدوري. وبالتالي الحكم إجمالاً في صلاح النادي الاهلي. ولكن التنفيذ خلال الفترة اللي جاية فيه ما زالت أكثر من جهة تطعن على هذا القرار في الفترة الجاية. سواء لاتحاد الكورة أو للنادي الاهلي. يعني اتحاد الكورة لو عايز يطعن على إلزامه بإقامة دوري التسعة و تسعين والمبارات الفاصلة يطعن قدام مركز التسع والتحكيم. النادي لو عايز يطعن على انتفاء المصلحة قدام مركز التسع والتحكيم يطعن. لأنه الدرجات التقاضي المناسبة في هذه القضايا. بعد كده عندك اخر طريل التقاضي المحكمة الرياضية الدولية. الناس تقول لي طب ديجلة. ودي اخر حاجة ديجلة لما رفع قضية في المحكمة الرياضية عشان يطلب ان في لعبة شاركة في الدورة وكان عندها انظار تالت وايقاف وبالتالي منفوض ما تشاركش وشاركة ديجلة كان يجب ان يذهب لمركز التسوية والتحكيم بعد قرار لجنة الاستنام في اتحاد القرى قبل اذهب للمحكمة الرياضية الدولية. عشان كده المحكمة الرياضية طلعت قرار بعدم الاختصاص. اعتقد انا شرحت الموضوع بقدر الامكان. ولسه الملف ده مفتوح الفترة اللي جاية والنادي الآن انتم عارفين دايما في اي ملف بيفضل لغاية اللحظة الاخيرة يدافع عن حقه لغاية لما يصدر حكم نهائي بات ملزم لكل الاطراف.